بالنسبة للأمراض اللي هي كتعلق بأمراض المفاصيل واللي كيمكن يعني تظهر بكترة في اليامات ديال البرد هادو بالخصوص عندهم علاقة إما مع تأكل ديال الغضروف أو لا مع هشاشة العيدان فهد الحالتين مني كت كيبرد الحال كيفيق الحريق كيفيق الحريق علاش لأنه بنسبة لتأكل ديال الغضروف ديال الغضروف تينقص الكيمية دياله كتنقص فكتولي ديال المكان اللي هو في هد المشكل كيو اللي يحسس البرد إذا ال carrmond الأحضار هده سهله يمكن لنا فهمها بسهولة الأحضار هي من الداخلي برشا، تينقص hahaha فالطاقل مجددا من الحاسسية الت marvelous يوجد مشكلة Ну الم misery حاجة أخرى اخرة او ثانثة بالنسبة الأمراض اللي عندها علاقة مع التهاب المفاصيل هدو ما يمكن لنا شي加م نعلمه لأنه كان بعض الناس اللي هما عندهم هاد التهاب ديال المفاصيل ولكن في الفترة ديال الشتاك يحسوا برسهم مزيان ما كيكونش عندهم هاد التهاب المفاصيل وكان للعكس كين اللي في اليامات ديال البرد عاد كيف يقو عليه المفاصيل دياله وعاد كي يظهر هاد التهاب بكترة بالنسبة لهاد الناس المعلومة كتجينا من عندهم هما يعني ما يمكننا شاي احنا نعلمو وهما اللي تيديروا الملاحظة وهما اللي وبتابعة الحل على حسب ذيك الملاحظة ديالهم خاصة تخد بعين الاعتبار لأننا ما كتتغير شيء فالواحد بيسير على حسب ذيك الإحساس دياله خاصة يحتط إلا كانت عنده هاد الحساسية البرد إلا كان كيحس بالمفاصيل دياله أو لابعدامه كيضروه في هاد اليامات راك بدون الناس كيتشكوا مغير من هاد تغيير ديال الجو ما بين الصيف والخريف را ولو تيحسوا به يعني الحطيات را ساهل خاصهم يلبسوا كتر من من يلبسوا حويش كتر من من الخرين اللي ما عندهم مش مشكلة للعدم والمفاصيل